ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمسنين الاجتماع الثالث للجنة خلال العام الحالي وذلك بحضور الأعظام ممثل الجهات الحكومية والأهلية وبهذه المناسبة أكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لكبار المواطنين في مملكة البحرين وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء من كافة القطاعات على نحو يساهم في إشراكهم وإدماجهم بالمجتمع وأشدد العصفور على مواصلة المنجزات التي تحققت لهم وتعزيز جودة حياتهم مضيفا في الوقت ذاته أهمية تحقيق الاستدامة لنشاطات اللجنة بالتنسيق مع المؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لهم ترجمة نانسي قنقر